وفي رسالة وجهتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى وزارة الخارجية الأمريكية أعربت عن قلقها من التقارير التي تفيد بأن قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل الشركات النفطية الأجنبية في إقليم كردستان يتم تطبقه بشكل انتقائي ضد شركات الطاقة الأمريكية وطلب مجلس الشيوخ بشكل عاجل من الإدارة الأمريكية بإشراك حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية على أعلى المستويات للسماح بمواصلة عمل الطاقة في إقليم كردستان مبينة أن استمرار عمل شركات الطاقة الأمريكية في العراق ضروري لتطوير هذا القطاع للإسام في الجهود المبذولة لفطم العراق من واردات الطاقة الإيرانية